أكلمنا الله وإياك يا رعاك الله هل الحج واجب على المرأة كما في حق الرجل وأن حج الزوج دون زوجته لقلة النفق هل عليه إذ سؤال جميل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الناس تعبيد يدخل فيه الرجال والنساء فالحج واجب على الرجال وواجب على النساء لكن ثمت الشروط للوجوب الاستطاعة القدرة البدنية والقدرة المالية إنه يقدر يسافر وعنده نفقة والمرأة زياد على هذا المحرم أو الرفقة المأمونة وبالمناسبة لا يلزم الزوجة أن يبذل لزوجته نفقة حجها لا يلزمه أن يحجج زوجته إن فعل فقد أحسن جزاه الله خيرا من حسن العشرة من البر من حسن الصلة من النبل والأصالة والوفاء لكن هل يلزمه شرعا يحاسبه ربه كما يحاسب تالك الفراد لا المرأة عندها استطاعة مالية أحياها الله لكن ليس عندها الله لم يكلف فابتداءا فلا تأسى وإن كان في قلبها الهمة والرغبة والعزيمة والحب أرجو بهذه المشاعر الفياضة الجياشة الإيجابية أن يكتب الله لها مثل أجر من حجوا بإذن الله إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر يا ذاهبين إلى البيت العتيقي لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا